موسيقى جولة جديدة بالتحليل في آخر وأهم ما ورد في الصحافة العربية والدولية صادر اليوم وأسعد في هذه القراءة بصحبة ضيفي من بغداد الكاتب الصحفي الأساز رعد الإبراهيمي ومن بيروت رحب الكاتب الصحفي الأساز أسعد بشارة في أهم عنوين جولتنا اليوم الصحف تحذر من اضطرابات البصرة وتصفها بالسامة صحيفة لوباريزيان ترى أن إدلب آخر معارك سوريا باتت وشيكة شبكة بلومبرغ تتساءل هل ينجح ترامب بإعادة صياغة قواعد اللعبة للسلام البداية من صحيفة الاندبندنت ومقال بعنوان احذروا اضطرابات العراق سامة وقد تذهب إلى المنطقة بأكملها ويرى كاتب المقال أن أسباب الاحتجاجات التي تعصف بالبصرة منذ فترة واضحة وهي أن العراق تحكمه نخبة سياسية مصابة بهواس السرقة تدير أجهزة الدولة كآلة للنهبة ويشير الكاتب إلى أن الأزمة تأتي في وقت سيء على وجه خاص في العراق حيث تعثرت الكتلتان السياسيتان رئيسيتان في تشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثاني عشر من مايو الماضي أعيد تجديد التحية لضيفي من بغداد الكاتب الصحف الأستاذ رعد الإبراهيمي أستاذ رعد صحيفة الاندبندنت وهنا لابد أن أتوقف أنها صحيفة الاندبندنت تتحدث عن أن أسباب الاحتجاجات التي تعصف بالبصرة منذ فترة هي أن العراق كما تقول الصحيفة تحكمه نخبة سياسية مصابة بهواس السرقة السؤال هنا هل فعلا ما تشهده البصرة هذا هو سببه المباشر كما تقول الاندبندنت ما هي تفاصيل المشهد بشكل أوضح بالحقيقة التجسيص دقيق جدا حينما تطلع على البصرة ميدانية وتمشي في شارعها تشاهد أن الاستثمار للأهالي في المولات في السينمات باركات يعني كل مفاصل الحياة تجدها مزدهرة بينما تجد الجانب الحكومي جانب غامض وضعيف ومفكك وآخرها تفجرت أزمة المياه وبالتالي هذه واحدة من المفاصل الصعبة في البصرة أن الأموال بيد سراق فاسدين وما يحكم من دول الجوار في علاقات تجارية وسياسية مع الأحزاب هو الذي يتحكم على مشهد البصرة والذي تفجر بحرق قنصلية إيران كرد فعل رد فعل قد يكون مسيس قد يكون ولكنه يحمل خمسين بالمئة من رد فعل سيد راعد يعني بعض المراقبين والصحفيين بيعتقدوا أن ربما تكون البصرة بوابة لإحداث تغيير شامل في العراق هل تتوقع أن يكون هذا التغيير للأسوأ أم للأفضل؟ بالحقيقة يعني خلاصة الموضوع أصبحت الدماء مقابل الماء وهذه معادلة صعبة يعني مآخر إحصائية للصحة هناك سبعة شهداء ومن أصل مئة بين جرحى بينهم مدنين وشرطة وبالتالي يعني هذه تشبه الانقلاب المصغر أو الربيع المصغر في العراق ولكن أعتقد يعني نسبة لتشكيلة الظروف السياسية في العراق سوف يعني يلم المشهد بشكل أو بآخر ويبقى المواطن البصري والعراقي عموما هو المهدور يعني نذهب إلى بيروت وجديدة تحية لضيفية الأستاذ أسعد بشارة أستاذ أسعد انتفاضة البصرة هل بدأت بها نهاية النفوذ الإيراني في العراق كما يعتقد الكثيرون انتفاضة البصرة هي أحد وجوه الثورة ضد التمدد الإيراني في العراق والمنطقة باعتقادي أنه منذ العام 2003 تاريخ الاحتلال الأمريكي للعراق والدخول الإيراني بشكل أو بآخر الذي استطاع الإمساك بمفاصل الحياة السياسية في بغداد وسائر المحافظات منذ ذلك التاريخ والعراق يتحول شيئا فشيئا إلى دولة فاشلة بفعل أعلى المعدلات وأعلى النسب في الفساد الذي لا يمكن أن يتصوره عقل العراق بلد غني جدا يعوم على بحر من النفط والموارد النفطية التي كان يفترض أن تؤدي إلى أن يتحول خلال 15 عاما منذ الدخول الأمريكي إلى العراق وتشكيل حكومة عراقية وإجراء انتخابات برلمانية على مراحل لدورات متعددة وتشكيل حكومات إلى أن يترجم هذا الغنى في الموارد إلى تحسين مستوى الإنسان العراقي ما نراه الآن في العراق هو أنه تحول إلى دولة فاشلة الفساد في أعلى معدلاته الحياة السياسية عقيمة تشكيل الحكومات لا يتأخر لأشهر كما في لبنان للأسف وبالتالي لم يعد أمام المواطن العراقي إلا أن يقول كلمته في الشارع لأن الانتخابات البرلمانية التي تأتي بالأحزاب إلى البرلمان لا تؤدي إلى التغيير المنشود باعتقادي أن المشروع الإيراني في العراق بدأ يطل بفشله الذريع وباعتقادي أن الترسيمة العراقية المذهبية بين سنة وشيعة لم يعد لها أهمية اليوم الانتفاضة هي في أكبر مدينة شيعية عربية ضد النفوذ الإيراني وما يرافقه من استتباع للطبق السياسي العراقي وفسادها أستاذ راعد الإبراهيمي في بغداد من واقع الحال المعاش في العراق هل فعلا هي بداية النهاية للنفوذ الإيراني أم أن إيران تستطيع أن تعيد صياغة المشهد السياسي وتعيد تموضع أرجولها مرة أخرى في العراق من خلال أذرعها المختلفة بالحقيقة المشهد ليس بهذه السهولة يعني وجود نفوذ وغياب نفوذ هناك تشابك بالعلاقات مع دول الجوار بين العراق وإيران وتركيا والكويت وحتى سوريا لحد الآن لكن المشكلة هو هذا التدخل الإقليمي في شكل متغير العراق الذي حصل منذ 2003 ودخل الأمريكا الآن يعني الطبقة السياسية لا تملك القرار كاملا هناك ارتباطات مع إيران ارتباطات مع تركيا ارتباطات مع الكوير ارتباطات مع أمريكا ارتباطات حتى مع بريطانيا مع فرنسا وبالتالي المتغير الشعبي والإمساك بالعصى يعني من مسكة قوية صعب جدا واعتقد أصبح هناك تخلخل في العلاقة بين العراق وإيران وخاصة الإيران الآن محاصرة واقتصادها هابط إلى درجة كبيرة وبالتالي هي فرصة ليمسك العراقيون في البصرة يعني الحكومة قصود المحلية بمفاتيح التغيير وهي اعتقد فرصة ذهبية بعد أن جندت كل الحكومة الحالية أمورها لمساعدة البصرة من العراق وسخونة المشهد السياسي هناك إلى منطقة أخرى ملتهبة تطرحها أصحافة الغربية والعربية أتحدث هنا عن الشأن السوري صحيفة لوباريزيان خصصت مقالا بعنوان إدلب آخر معارك سوريا التي باتت وشيكا الصحيفة قالت فشل رؤساء إيران وتركيا وروسيا في تجاوز خلافاتهم لكنهم اتفقوا على مواصلة التعاون من أجل التوصل إلى حل لتفادي وقوع خسائر في الأرواح في هذه المحافظة بشمال غرب سوريا وحيث يحشد نظام بشار الأسد قواته استعدادا لهجوم يبدو وشيكا قالت صحيفة واشنطن بوس إن رئيس الأمريكي وافق على استراتيجية جديدة للعمل في سوريا تسمح ببقاء القوات الأمريكية في سوريا إلى موعد غير محدد بجانب بدء تحركات دبلوماسية من أجل الوصول إلى أهداف واشنطن بالمنطقة ونقلت الصحيفة أن ترامب الذي صرح قبل خمسة أشعر بأنه يريد سحب القوات الأمريكية من سوريا بدأ في تغيير استراتيجيته في بيروت أسأل أستاذ أسعد بشارة هل معركة إدلب أستاذ أسعد باتت وشيكا كما تشير صحيفة لوباريزيان بعد فشر وأساء إيران وتركيا وروسيا كما تبعت لعلك بالأمس بعد فشالهم في تجاوز خلافاتهم كما أيضا تذهب صحيفة لوباريزيان يعني طبعا لنتائج القمة الثلاثية بالأمس يمكن القول أن هناك إصرارا روسيا على أن يبسط النظام سلطته في إدلب وأيضا بنفس الوقت الإصرار الإيراني يتوحد الهدفين بين إيران وروسيا بالنسبة لآخر المحافظات الخارجة عن سيطرة النظام طبعا باستثناء شرق الفرات الذي هو منطقة نفوز أمريكية وبعض النقاط على الحدود العراقية السورية بالتالي نحن نتحدث الآن عن عدم قدرة تركية على منع هذا الهجوم ونتحدث في الوقت نفسي عن وجود تركي عسكري مباشر أو غير مباشر في إدلب وطبعا تأثير على بعض الفصائل المقاتلة هناك بالتالي كيف سيكون هذا الهجوم هل هناك ربط نزاع ما بين الموقفين الإيراني والروسي من جهة والموقف التركي هذا ما سنراه في المرحلة المقبلة لكن على الأرجح فإن إداء بوتين يثبت بالأمس أن هناك إصرارا على خوض هذه المعركة وبالتالي ما ذهبت إلهي لباريزيان في سياق الواقع المعاش في سوريا قبل إدلب لم يعد إلا هذه المحافظة بعد إدلب إذا ما استطاع النظام بمساعدة إيرانية وروسية أن يدخل إلى المحافظة يكون قد وصل حمابي حلب وتبقى منطقة الشريط التركي موجود ومعترف به تركيا روسيا وإيرانيا طبعا تبقى منطقة شرق الفرات يعني هذا يمكن تصوره بأنه بعد معركة إدلب الترسيم النهائي للواقع الجيوسياسي أنا سأعود إلى فكرة الترسيم وهذا ملمح مهم لكن بعد أن أذهب إلى أستاذ رعد الإبراهيمي في بغداد أستاذ رعد وهذا سؤال باعتبار أن العراق له تجربة كبيرة مع تدخل الولايات المتحدة الأمريكية هل تعتقد أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية على خط المواجهة في سوريا بسبب إدلب في ظل عدم وجود استراتيجية واضحة لواشنطن في سوريا يمكن أن يحدث تغييرا الرئيس الأمريكي قبل ذلك قال سنخرج من سوريا ثم عادل يقول سنبقى إلى أجل غير محدد طبعا أمريكا جاءت لي تبقى وبالتالي هي الآن المتسيدة في الشرق الأوسط وروسيا ليست لديها فرصة إلا هي فرصة سوريا لذلك هذا التعبير قد يكون هناك استراتيج مخفي أن سيطرت أمريكا على علاقتها بدول الخليج علاقتها بالعراق قوية ومتينة تملك أكبر سفارة في الشرق الأوسط وبالتالي خططها وأيضا استخدام الجو لقصف المقاتلين أنا أعتقد أن الدرس الأمريكي قد يكون له حصة قليلة في سوريا ولكنه لن يترك أدلب ولن يترك سوريا نهبا للنفوذ الروسي والإيراني خاصة وأن إيران تمد الفصائل في سوريا وفي لبنان وتقف ندا لإسرائيل وبالتالي هنا يبرز الدور الأمريكي الذي يدعم إسرائيل ويدعم كل حلفاء في الشرق الأوسط نذهب إذا تفضلتم ضيفي الكريمين إلى فاصل قصير ثم نعود بعدهم لمناقشة موضوعات أخرى في عالم الصحافة الغربية والعربية فتفضلوا بالبخاء معنا أهلا بكم مجددا ومتابع مرة أخرى وقراءة مستمرة في الصفحة الأولى عبر شاشات الغد وأذهب إلى ضيفي في بيروت الأستاذ أسعد بشار أسعد كنت أشرت في معرض إجابتك السابقة إلى ما بعد إدلب ما هو شكل حال سوريا بعد إدلب في الواقع تقارير كثيرة صحفية تتحدث عن فكرة التقسيم هل لديك ما تستشف منه فعلا أن شكلا ما لخريطة سوريا متبلور عند أطراف النزاع أو هذه الأطراف التي تسيطر على المشهد السياسي في سوريا تماما المنطقة التي يأخذها النظام هي منطقة نفوذ إيراني روسي مشترك لا أعرف كيف سيتم التقسيم الإيراني ولكن روسيا بالطبع تفاهمت مع إسرائيل على أن لها حرية العمل المطلق في سوريا وهذا ما يترجم من خلال قصف الإسرائيلي المستمر لمواقع إيرانية داخل هذه المنطقة وصولا حتى الحدود الأردنية الأمر الثاني أن تركيا طبعا بموجب غطائها للأسيتانة ومشاركتها في الأسيتانة بالتنسيق مع الروس والإيرانيين أيضا ضمنت لنفسها الشريط الجغرافي الملاصق لحدودها الذي يهمها في موضوع المسألة الكردية بالتأكيد القرار الأمريكي لم يفاجئ أحدا بالاستمرار بالتواجد العسكري شرق الفرات لأن الولايات المتحدة الأمريكية أقامت بنية تحتية عسكرية كبيرة جدا حوالي عشر قواعد عسكرية كبيرة وباعتقادي أن هذه البنية العسكرية ليست لأسابيع أو لأشهر هي لفترة طويلة بناء على ذلك يمكن رؤية هذا الترسيم منذ الآن العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية هي التي تكرس وتركيا طبعا هي التي تكرس هذا الترسيم اسمح لي أن أذهب إلى أستاذ رعد الإبراهيمي وسريعا أستاذ رعد قبل أن تقل إلى موضوعات أخرى ما رأيك في هذه المسألة مسألة تقسيم سوريا حسب الكتات الموجودة الآن والقوى الموجودة على الأرض يعني أنا أعتقد بتوصيف سريع أدلب هي القفص الأخير لثلاثة مليون من السكان وهناك اختلاط بين مقاومة حقيقية وبين قاعدة والأدهى من ذلك هو بقاء الأسد في نظام الحكوم على العكس من أي متغيرات في المنطقة العربية وبالتالي الحصة الأكبر ستكون للأسد وروسيا مقابل الحصة الأقل لإيران وفتاة ما تبقى إلى تركيا التي تخشى من النزوح الكبير على حدودها نتابع القراءة مشهد كرام ونذهب إلى ما نشره موقع بلومبرغ الذي نشر تقريرا يقول فيه أن أمريكا تزيل القضايا الرئيسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني واحدة تلو الأخرى من طاولة المفاوضات مشيرا إلى أن إدارة رئيس الأمريكي دولاند ترامب تقول إنها تحاول تبني نهج آخر بعد فشل ربع قرن من محادثات السلام ويشير التقرير إلى أنه من خلال إزالة القضايا التي تهم الفلسطينيين عن الطاولة فإن الإدارة تجعل التوصل إلى سلام أمرا أكثر صعوبة ونختتم جولتنا مع صحيفة تايمز وهذا المقال الذي يضحض فيه رواية مسؤولية الأمن في بريطانيا التي تؤكد أن رئيس روسي فلاديمير بوتين هو المسؤول عن محاولة اغتيال الجاسوس السابق سيرجيس كريبال في إنجلترا في وقت سابق من العام الجاري وضافت الصحيفة أنه خلال حقبة الاتحاد السوفيتي لم يكن من المتصور أن يتم تخطيط وتنفيذ وعمليات اغتيال بدون صدور موافقة من أعلى مستوى لكن نظام بوتين لا يعمل بهذا الأسلوب ساز أسعد في شأن الحديث عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وبلونبرغ تقول أن الولايات المتحدة تحديدا إدارة ترامب تزيل معظم القضايا الرئيسية من طاولة المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بالتالي السؤال هل ينجح فعلا ترامب في إعادة صياغة قواعد اللعبة للسلام وبهذا الشكل هل هناك فعلا سلام يمكن الوصول إليه؟ لا بالطبع هذا ليس سلام هذا سيكون استسلام للأمر الواقع يعني إذا أنت وضعت قضية القدس جانبا وأسرائيل فرضت أمرا وقائع وحقائق لمصلحتها لا يعني هذا الموضوع أن جانب الفلسطيني قادر على أن يوقع اتفاق تسوية من دود القدس إذا وضعت عملية الترسيم النهائي للدولة الفلسطينية التي يجفت رد أن تولد بموجب مؤتمر مدريد فأنك لا يمكن أن تملي على الجانب الفلسطيني أن يقبل أيضا بموضوع الاستيطان وموضوع ربط الضفة بغزة وكل المواضيع السيادية التي يمكن أن يتفاوض الفلسطينيون على أساسها لولادة دولة فلسطينية حقيقية وليس مجرد أراضي يقام عليها حكم ذاتي فلسطيني مشتت ومقطع جغرافيا ما تقوم به الإدارة الأمريكية للأسف هو التماهي مع النظر الإسرائيلية للسلام وهو ليس بسلام أي محاولة فرض الشروط على الفلسطينيين وهذا يغير الحقائق والوقائع وينسف كليا ما بدأ منذ العام 1994 ويضع الفلسطينيين في سجن حقيقي لا مفرأ أمامهم إلا أن يقاوموه وإلا أن يستسلموه سيد راعد هل فعلا أصبح توصل إلى سلام فلسطيني إسرائيلي أمرا صعب المنال في ظل هذا التوجه السياسي الأمريكي في ولاية ترامب نعم ترامب أتى من جانب المال إلى السياسة وليس من السياسة إلى الحكم في أمريكا وبالتالي هو استخدم هذا السلاح مع إيران وأصبحت تومان في خبر كان بالنسبة لإيران وكذلك تعرضت اللير السورية والآن قطع الإمدادات عن الفلسطينيين وبالتالي هي سياسة التركيع كما أسلف زميننا أسعد يعني هي الرضوخ للأمر الواقع وزيادة الحصار على كل القواء التي تحاولت تحصل على حريتها وعلى حقوقها طيب سيد أسعد في شأن آخر موضوع آخر صحيفة تايمز حين تحدثت وتبعت معي الحديث عن اغتيال الجاسوس السابق سيرجيس كريبال في إنجلترا تقول إن نظام بوتين لا يعمل بهذا الأسلوب هل تعتقد إن هذا ربما تبرئ لساحة يعني روسيا من هذا الأمر وبوتين شخصيا من هذا الأمر المضمون المقالة تحدث عن اختلاف في ظروف تنفيذ عمليات اغتيال ففي الاتحاد السوفيتي السابق كان يأخذ القرار في المكتب السياسي الحزب الشوي على أعلى مستوى بتصفية هذه الشخصية أو تلك التي هي معادية للنظام خارج الاتحاد السوفيتي أما ما تتحدث عنه اليوم هذه الصحيفة فهو أنه ربما يمكن إيكال المهمة إلى منظمة إجرامية أو ما شكل أنا باعتقاد هذه ليست تبرئة لروسيا بالمسؤولية عن عملية الاغتيال هذه رواية مختلفة تضع المسؤولية عند سلة من أدنى من أعلى درجات المسؤولية سيد زراعد في هذا الخبر وكصحفي ما الذي يثير لديك أن يكون هذا الخبر موجود في صحيفة التايمز تتحدث عن علاقة إنجلترا بروسيا وفيه شبه تبرئة لروسيا من هذه العملية أنا أعتقد هذه الأخبار أصبحت كأنما نقرأ صحيفة بالأسود الأبيض قبل 50 سنة بها نوع من الإثارة نوع من الشد نوع من الإشغال ويعني لم تعود الدول تلجأ إلى هذا الاسلوب في ظل التواصل والمعلومات يعني لم يعد شكل الجاسوس مثل السابق وشكل العميل وبالتالي هذه الأمور أصبحت مادة للإعلام أكثر من أنها تهتم بها الدول بصيغة عملية وأعتقد يعني هي قد تصم في صالح بوتين ولكنها ليست مسألة كبيرة بالنسبة لهم من بغداد شكرا جزيلا لكاتب الصحفي العراقي رعد الإبراهيمي أشكر ضيفي من بيروت الكاتب الصحفي أسعد بشارة وشكرا موصول لحضراتكم وشاهد الكرام يبقوا دوما في أمان الله إلى اللقاء موسيقى